السلام عليكم اخباركم ايه يا ربي دايما تكونوا بخير وبساحة وبسعادة نهاردة عامل لكم حلقة يعني مجمع لكم فيها اهم الاخبار اللي ممكن اه حضرتك تعرفها عن ناد الزمالج نهاردة هنتكلم على موضوع يفطت ناد القرن هنتكلم عليها بالتفصيل تشالت ما تشالتش وايه اللي هيحصل بعد كده هنتكلم سر سفر لعيبة الزمالج بطيارة خاصة رغم الخروج الافريكي المهين وهنتكلم على فضيحة اناسيو اللي كلنا طبعا عرفناها اناسيو ده مدرب الزمالج السابق والراجل اللي كان بيدرب نادي البرتغالي اللي كهربا راحله كبري هنتكلم عليه قال ايه بالتفصيل وهنتكلم على الفضيحة بتاعته وهنتكلم على اه تعاقد الاهلي مع اشرب بن شرقي وصفقات الزمالج وصلت لغاية اه فين والنجاز بيجهز لبيان اعتذار وكمان هنشوف الصفقة بتاعت احمد ايمان منصور ومحمد حمدي راحل فين خليكم معانا لنهاية الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتعبائي قناة بعد المتش لو لسه ما شركتش في القناة فاكيد هساعدنا شراكك معنا في القناة وتفعيلك الجرس واكيد مش هتنسى انك تدعمنا باللايك والشير للفيديو وهستنى رأيكم في التعليقات على كل موضوع بتكلم فيه خلونا اقول لكم في البداية ان انا ببارك لاخوتنا الدرويش ببارك لنادي الاسماعيلي ببارك لابناء السمسمية والقلعة بتاعت الدرويش الكبيرة الفوز الاول من اتناشر اسبوع على الاتحاد السكندري اتنين واحد طبعا الاتحاد برضو حبيبنا ولكن النادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبة فمعلش بقى لابناء سيد البلد هناخد منهم تلات نقاط نديوها للدرويش اللي لابسين اصفر كده زي حالاتي وان شاء الله بازن الله تكون بداية موفقة للدرويش انهم يرجعوا للمكانة بتاعتهم ووضعهم الطبيعي ونشوف الاسماعيلي كده انا اتمنى والله الاسماعيلي يكسب بطولات وياخد الكاس وياخد الدوري فطبعا الاسماعيلي النهاردة اول فوز هذا الموسم تعالوا بقى بينا نتكلم على موضوع تاني كده على السريع تعال ندخل على طول على اخبار نادي الزمالك واقول لكم القائمة اللي سفرت انجولا لنادي الزمالك هما سفروا النهاردة القائمة يا سيدي مكونة من مفهاش جديد مكونة من محمد ابو جبل وعواد والسيد عطية وفي خط الدفاع الوينش ومحمد عبدالغني وحسام عبد مجيد وعبدالله جمعة وعبدالشافي وفتوح والمسلوسي وحازم امام وفي نص الملعب طارق حامد امام عشور روءة يوسف اوباما اسلام جابر وزيزو ونجم وبين شارقي ورزاق سيسي وفي الهجوم موجود وعمر السعيد وسيف الجزيري استبعد شيكابالا بسبب لسه الاصابة مع شيكابالا مطولة شوية واستبعد محمود علاء للانزار التالت مين بقى يا سيدي رئيس بعثة الزمالك في انجولا المستشار المرتضى منصور اه يعني كلف اللي هو علاء مقلد انه هو يكون رئيس باسة نادي الزمالك في انجولا وكمان عاوز اقول لكم على سر الطيارة الخاصة يعني موضوع الطيارة الخاصة ده ناس كتيرة استفساريت طب ما احنا الناس طبعا سألت اه بتسأل سابت المستشار وبتسأل اه الناس اللي هم اللي موجودين في الزمالك ليه طيارة خاصة? والجمهور بيتساءل ليه طيارة خاصة? رغم ان احنا خرجنا المستشار يدلعكم ويهننكم? لما تكونوا رجالة? انما ليه طيارة خاصة? واحنا خلاص خرجنا من المباراة الرابعة واخر المباراتين للأسف للزمالك اه تحصيل حاصل. الطيارة الخاصة دي عشان شخص واحد فقط هو يستاهل انه يروح ويجي بطيارة خاصة وهو البرتغالي فريرا. فريرا طبعا طبعا ادارة نادي الزمالك وامير مرتضى منصور ليه بدور كبير جدا في الموضوع ده انه يحاول انه يوفر طيارة خاصة للراجل. الراجل تخطى الخمسة وسبعين سنة الراجل مش هيقدر على رحلة افريقية مرهقة ورحلة افريقية شاقة جدا جدا جدا. فتم تجهيز طيارة خاصة عشان خاطر سواد عيون فريرا. مش عشان خاطر لعيبة نادي الزمالك اللي هم كل جمهور نادي الزمالك الود ودهم يودوهم انجولا ماشي ويرجعوا ماشي ولكن الطيارة الخاصة دي عشان فريرا راجل كبير في السن ويقدر انه هو يروح ويرجع بدون اي ارهاق وبدون اي ازمات. ده بالنسبة ليه سر الطائرة الخاصة اللي كل الناس سألت عليها. بعد مباراة بترو اتلتكو فريرا بيفكر. يعمل معسكر مغلق. معسكر هيكون قسير شوية في خلال الفترة اللي هي التجمع الاسبوع بتاع منتخب مصر اللي هم المباراتين بتوع السنغال. بيفكر فريرا انه يعمل معسكر مغلق استعدادا بقى وكمان هيخد المباراة بتاعة سجرادة هيخدها برضو استعداد عشان خاطر فريرا بدأ يركز في الدوري. فريرا قعد مع امير مرتضى منصور وتم الاعداد جيدا انهم آآ بيفكروا في الدوري بشكل كبير جدا. دوري ابتال افريقيا راح فخلاص الزمالك ما قداموش تركيز قال على بطولة الدوري والحفاظ على اللقب. وعشان كده فريرا بدأ يجهز بعد مباراة بترو اتلتكو انه يعمل معسكر عشان خاطر يكون آآ يفهم اللعيبة واللعيبة تستوع بالخطط اللي في دماغه وكمان يعني يعمل نوع من يعني نوع من انواع الهدوء في المعسكر بتاع النادي الزمالك عشان المباراة اللي هي هتكون اعتقد يوم ستة اربعة اعتقد برضو يعني انا مش فاكر كويس هي ستة ولا خمسة اربعة بس اعتقد هي ستة اربعة برضو قلولي في التعليقات لو حد متأكد من اليوم بالضبط ولكن اعتقد هي ستة اربعة ففريرا بدأ يجهز من دلوقتي لمباراة بيرامدز الصعبة جدا بيرامدز مغلوب من الاهلي ومش هيقبل آآ بنتيجة سلبية تاني من الزمالك والزمالك خارج من افريقيا ومش هيقبل بآآ مباراة او تلت نقاط يفقدهم وتعصر جديد عشان جماهيره اللي جماهير ناتزة مالك يعني لسه الغد دلوقتي عاملة انتفاضة كبيرة جدا 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 بسبب الخروج المهين من دور الابطال فزي ما بقول لكم معسكر آآ مغلق بعد مباراة آآ بترو اتلتكم آآ بالنسبة بقى للقايمة والكلام ده كله تعالوا بينا ندخل على قايمة منتخب تونس ضمت المسلوسي والجزيري وكمان فرجاني ساسي. اما القائمة بتاعة منتخب المغرب فتم استبعاد اشرف بن شرقي كالعادة من منتخب المغرب مستوى سيء مش مركز بيقضي على آآ مستقبله بايده. فتم استبعاد اشرف بن شرقي من قائمة المغرب آآ عشان المباراتين اللي هما في تصفيات آآ كأس العالم فبن شرقي خارج القائمة. آآ عاوز اقول لك كمان يا سيدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. بالنسبة بقى للمنتخب يعني كاس العالم مش هقول لكم قائمة المنتخب لاني لسه فيها كلام ولكن هقول لكم كيروش. كيروش تواصل مع فريرة وطالب منه التدخل لانهاء الازمات ويتدخل في مشكلات بتاعة لعيبة نايد الزمالك. طب هل كيروش مهتم باشرف بن شرقي? لا. هل كيروش مهتم بطاري حامد? لا طبعا لانه خارج حسابات طاري حامد على المستوى الفني. وما الكيروش مهتم من مين? كيروش بيتكلم مع فريرة على محمد ابو جبل وكيروش لما اتكلم مع فريرة وصب محمد ابو جبل وقال له عاوزين نحل مشكلة ابو جبل مع نادي الزمالك. وبالفعل بدأ فريرة انه يعمل يعني ان اتصالات بتاعته والجلسات مع اللاعب ومع الادارة عشان خاطر يوصل لنقطة اتفاق مع ابو جبل ومع ادارة اه نادي الزمالك. كمان عاوز اقول لكم اني والكلام ده مؤكد بنسبة مية في المية. هندخل بقى على الكلام المهم. هندخل على نلعيبة اه نادي الزمالك وخاصة السلاسي طاري حامد ومحمد ابو جبل واشرف بن شرقي. التلاتة عندهم زهول. التلاتة مش مصدقين. التلاتة كانوا مفاكرين ان الامور هتعدي كده بردا وسلاما وان انا هطلب اللي انا عاوزوا واتنك. والزمالك يركع تحت رجليهم. ولكنهم يعني عندهم اه يعني قدر قليل من الزكاء. ليه? لانهم بتعاملوا مع مرتضة منصور ومش بتعاملهم مع اللجان ولا لجنة اللي وعماد عبدالعزيز ولا لجنة الكابتن حسين اللي بيتعاملوا مع مرتضة منصور. بتعاملوا مع اسكن محامي موجود في الشرق الاوسط. فانك تتعامل مع مرتضة منصور وان انت عاوز تعمل نصح عليه. لأ مرتضة منصور مش هتضحك عليه. مرتضة منصور لبسك للجماهير. مرتضة منصور يعني حطك كده قدام القطر وسابك. وجمهور ناد الزمالك بالفعل. مش بقى هقول لك استجاب للمستشار مرتضة منصور كلنا واحد. سواء المستشار ولا جمهور ناد الزمالك كلنا ارفانين وكلنا زهانين. فالانتفاضة بتاعت جمهور ناد الزمالك دي ما كانش يتوقع لعيبة ناد الزمالك ومستغربين طريق حمد في زهول واشرب بنشارك في زهول ومحمد ابو جبل مش مصدق نفسه. وخاصة بعد معرض النصر السعودي بدأ يرجع سنة 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 وبدأ يتراجع للخلف. فهم التلاتة الجمهور مخليهم مقضيني ايام سودة ما كانوش يتوقعوا ان الاسد الجريح اللي نايم هيقوم وينطفض. فانتفاضة جمهور ناد الزمالك على السلاسة دول اعتقد انها درس لمن تسول له نفسه انه يساوم ناد الزمالك او يهين ناد الزمالك لما رئيس ناد الزمالك يقول لك تعالى الساعة اتنين او من الساعة اتناشر لاتنين تكون موجود في المعايد لان رئيس ناد الزمالك ده هو رمز لناد الزمالك وجماهير ناد الزمالك فالتلاتة في زهول. عايز اقول لك كمان اني آآ فريرة في كلام كتير عما ليتقال. اني فريرة هيرجع احمد توفيق من اني فريرة هيجيب كين واني اني اني اني. مفيش الكلام ده خالص خالص خالص. حتى الان. آآ يعني احمد توفيق لعيب طبعا راجل محترم ولكن سنه كبير احمد توفيق عدل واحد وتلاتين واحمد توفيق مش بيشارك مع برامدز واحمد توفيق مش اللعيب اللي الزمالك يعني ازا كان مش الراجل مش متواجد بشكل مستمر مع برامدز. فهل هيبقى متواجد مع ناد الزمالك مع احترام يعني اللي بينفس على ابطولات اللي جمهوره كبير اللي جمهوره عنده امال كبيرة فما اعتقدش ان احمد توفيق هيكون موجود ولا اعتقد ان الزمالك هيبص للماضي امير مرتضى منصور يعني شغل باسلوب جميل جدا امير مرتضى منصور شغل بطريقة احترافية امير مش هيبص للماضي ولا هيبص لكينو اللي عدل حاجة وتلاتين والكلام ده كله لا امير بيبص للمستقبل بشكل مختلف ومدام اه مستقبل الكرة مع امير مرتضى منصور حط في بطنك بطيخة صيفي فانا المعلومة اللي عندي اني مفيش احمد توفيق ومفيش اه كينو عشان خاطر الناس اللي بتتكلم والكلام ده كله طيب الكلام بقى اللي انا هقوله لكم ده اعمل على لسان امير مرتضى منصور لماذا حتى الان مش قادرين حتى نعرف معلومة مين السفقات مين اللي هيجي مين اللي ماشي الكلام ده كله امير مرتضى منصور مش هيعلن عن حاجة دلوقتي خالص ودي معلومة طب ليه الكلام ده عشان امير مرتضى منصور شايف اني الفرقة عندها مطشط في الدوري ولسه في بطولة الزمالك بينافس عليها هي بطولة الدوري فامير مش عاوز يشتت اللعيب اللعيب يلعب هروح اجيب له لعيب جديد في مركزه هيقضي يقولك انا ماشي انا قاعد انا موجود انا مش موجود هيستغنوا عني مش هيستغنوا عني مش هيبقى مركز وهيتم تشتيته فامير مرتضى منصور عاوز برضو لغاية اخر لحظة يقفل على الفرقة عشان خاطر مطشط الدوري اللي ست نقاط تخلي بالكم مش كتير ومش بعيد الزمالك الموسم اللي فات في اخر عشر مباريات كان الاهل متقدم بسبع نقاط ده في اخر عشر مباريات والزمالك جابه وعداه وخاد الدوري بفارق اعتقد اربع نقاط فما اعتقدش ان امير هيعلن دلوقتي على الصفقات كل الناس اللي بتتكلم فيه ده تكاهونات ولكن الاعلان الرسمي مش هيكون قبل تلاتين ستة يعني فتح باب القيد وبالمناسبة الناس تتطمن على موضوع باب القيد ده لان الاتحاد الدولي يتكلم مع نادي الزمالك قال لهم عاوزين تفتحوا باب القيد الجديد هتدفعوا لي غرامة محمد ابراهيم وشي كبالا قبل تلاتين ستة والزمالك طبعا مستني هيدخلوا فلوس مصطفى محمد هيدخلوا احتمال ممكن غرامة الكهرباء الفلوس اللي داخل الفترة اللي جاية من البنوك وهكلمكم عليها دلوقتي فاهم حاجة الزمالك يدفع قبل تلاتين ستة خلاص الزمالك يقايد اللي هو عاوزه ما عندوش مشكلة في غلق باب القيد حاليا باب القيد مغلق طبعا مغلق والزمالك ما قدرش يعلن عن اي صفقة جديدة عشان زي ما قلتلكم وعشان موضوع اللي يعني باب القيد مغلق انما لما يتم فتح باب القيد هيتم الاعلان عن الصفقات بعد تلاتين ستة وده موعد الاعلان عن الصفقات الزمالك الجديدة اعتقد من واحد سبع هنقدر نعرف صفقات الزمالك الجديدة وهيكون كمان الدوري بدأ يبان الزمالك لو ماشي كويس امير برضو هيفضل مكتم الزمالك لو لقدر الله خرج من بدر كده يعني من الصباق زي بطولة افريقيا فاعتقد ان امير هيعلن وهتكون الدنيا خلصت خلاص وكل واحد يعرف رجليه فده رسم الرجليه يعني فده بالنسبة لي عدم الاعلان عن آآ صفقات الزمالك الجديدة خلونا مع الصفقات وعاوز اتكلم على الناس بتتكلم ان احمد ايمان منصور خلاص في الزمالك واحمد حمدي راح الاهلي وغير وجهته من الزمالك للاهلي هقول لحضرتك برضو على معلومة احمد ايمان منصور العقد بتاعه مع بيرامدز خلاص بينتهي هذا الموسيوم ومحمد حمدي نفس القصة الباك الشمال بتاع بيرامدز برضو عقده انتهى والسنة الجاية اللي اتنين فرين اولا اللي اتنين منتظرين موافقة فريرة فريرة هو اللي هيجيب الصفقات فريرة هو اللي هيتعاقد امير مرتضة هيدي له الخريطة وفريرة هو اللي هينقي هيقول عاوز ده وعاوز ده وعاوز ده والمستشار مرتضة منصور الراجل هو بقى ايه اللي هيكلف اللي هيجيب الفلوس هو اللي هيجيب المدخيل هو اللي هيمول الصفقات فكل واحد ليه دور محدد معروف آآ ده دوره ايه وده دوره ايه المستشار بيوفر الفلوس وبيوفر الاستقرار امير مرتضى منصور بيدور بيكلم الوكلة بيكلم شركات التسويق عشان الصفقات وعمل خريطة كبيرة وحطتها قدام فريرة وفريرة رنقي اللي هو عاوزه بالسفيهات والفيديوهات والكلام ده كله فمحمد حمدي واحمد ايمان منصور آآ اللي اتنين منتظرين موافقة آآ فريرة على التعاقد معاهم. اما بقى الناس اللي بتقول محمد حمدي هيروح الاهلي هقول ل حضرتكم معلومة. مفيش لعيب الزمالك تفاوض معا اه او اتكلم معاها قلب ومرحب جدا بالانتقال للنادي الزمالك. ومرحب ليه بالانتقال للنادي الزمالك عني نادي الاهلي الموسم ده تحديدا. النادي الادي كبير هتتفق او تختلف مع الاهلي او ادارته ولكن الاهلي نادي كبير واي حد يتمني ان يلعب في اهلي وزمالك ده ده خلال يعني عشان نكون يعني ايه يعني صرحة مع نفسنا وعشان نكون صدقين مع الانفس. آآآ ولكن محمد حمدي واحمد ايمان منصور واي صفقة تانية هيخاف يروح الاهلي. ليه? لان الاهلي فول تيم. الاهلي عنده فرقتين. الاهلي عنده الاساسي والبديل. الاهلي عنده آآ فرقة واتنين وممكن مش عايز اقول لك كمان يعني يعني فرقة تالتة. فاللعيب اللي هيفكر يروح الاهلي هيقول لك انا اخاف اروح قاعد احتياطي لاني بجد ودي حاجة حقيقية. حسام حسن لاعب سموحة المنطقة اللي الاهلي هو عبرة. هو كله خايف يبقى آآ صورة مصغرة من حسام حسن والاهلي يغضوا ويضيع بوقت ويخرج من المنتخب. فاللعيب يقول لك الزمالك عنده مشاكل وفي آآ ازامات كتيرة مع اللعيبة وفي لعيبة كتير هتمشي. طب ما ادخل نادي الزمالك نادي كبير وجماعيرية ما يقلش عن النادي الاهلي مستشار مرتضى منصور استقرار ويوفر فلوس بيحافز على اللعيبة بيحمي اللعيبة وبيحمي النادي وبيجيب حقوق النادي وحقوق اللعيبة طب ما نضم النادي الزمالك وبقى اساسي ولما بقى اساسي سعر هيزيد وكمان هنضم لمنتخب مصر فده برضو السر اللي مخلي اللعيبة والصفقات مستنيين على التوقيع للاهلي لان الزمالك اولوية لكل صفقة الزمالك والاهلي بيتكلموا عليها فهي اولوية لعيب عنده اولوية نادي الزمالك مش النادي الاهلي ودي معلومة يعني خرجت من المقربين للعيبة كتيرة الزمالك بيتفاوض معهم فده السر بس بتاع الصفقات والكلام ده كله عاوز اقولكم ان حمد النقاز اتكلم مع المقربين منهم وحمد النقاز بيفكر انه هو يطلع اه يعمل فيديو ويعمل بيان اعتذار لنادي الزمالك والمجلس ادارة نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك وعاوز يتأسف لهم ويعتذر لهم عشان دي تكون مقدمة وبداية لعودة حمد النقاز لنادي الزمالك وان المستشار المرتضى منصور يرضى عنه ويرجع نادي الزمالك الموسم القادم اولا معلومتي ان المستشار المرتضى منصور رافض تماما عودة حمد النجاز وجمهور نادي الزمالك وانا واحد منهم رافض تماما عودة حمد النجاز ولكن خلونا نشوف الادارة هتعمل ايه خلونا نشوف اللي احتياجات هل يشامس صلاح بتاع الاتحاد هل كريم العراقي هل الاتنين هيجم ولا النجاز هيكون موجود كده كده بتاعنا الموسم جاي مش هندفع فيه فلوس فبرضو الزمالك هيفكر يعني مش عايز يقول لك ان حمد النقاز بابه مقفول ولا بابه مفتوح ولكن متوارب لغاية ما الزمالك يشوف هيقدر يجيب مين ويجيب استفاقات وهيتعاقد مع مين ومش هتعاقد مع مين ويبدأ بقى نادي الزمالك يقول له انا عاوزك او مش عاوزك فحمد النجاز موجود على قائمة الانتظار في نادي الزمالك وبيفكر ان هو طبعا يعمل مؤتمر صحفي يعني ده شاف بعينه اللعيبة كان الزمالك بيحبها بن شارقي وابو جبل وطريق حمد شاف الجمهورة عمل فيهم ايه وجمهور الزمالك ما عندوش عقل عزيز واحد بس وهو نادي الزمالك وكمان مجلس ادارة اه نادي الزمالك فان الجاز زي ما قلت لكم بيفكر في الموضوع ده طيب عاوزين بقى ندخل على ايه تاني عاوزين ندخل على اخر تلات مواضيع عندنا وهم اهم تلات مواضيع النهاردة هنتكلم فيهم نبدأ بيفطة نادي القرن انا زي ما قلت لحضراتكم انا راجل ساكن في ستة اكتوبر وشغلي في وسط البلد فكل يوم انا رايح وجاي من طريق المحور باعدي على نادي الزمالك بضرب تعظيم سلام كل يوم وانا رايح الشغل وانا جاي مرتين في اليوم انا بشوف نادي الزمالك ودي طبعا حاجة سعيدة على قلبي ويعني ويعني يوم الجمعة والسبت كده ببقى ازعلان ان انا مبشوفش نادي الزمالك ولكن خلونا اقول لكم اني النهاردة وانبارح اولا طبعا الموضوع تم اصارته من يومين تلاتة والناس قالت ان يفطت نادي القرن تشالت ونادي الزمالك خاف والمستشار المرتضى منصور والخطيب كسب القضية والكلام ده كله اليفطة والله لغاية النهاردة موجودة هي فيه جزء مقطوع يعني سنة مقطوعة كده بسبب الهوى ولكن اليفطة موجودة اليفطة ما تشالتش انا شايفها النهاردة الصبح وشايفها النهاردة وانا راجع من الشغل الدنيا تمام وما فيش اي حاجة فالناس اللي بتجدب وبتهري تبطل شوية زائد ان جمهور نادي الزمالك مش محتاج يفطة يعني انت لو شدتلي اللي يفطة دي هل انا كراجل زمالكي هو لك لا والنبي الزمالك مش نادي القرن الاهلي هو اللي كسب القضية لا يا حبيبي الزمالك هو نادي القرن الزمالك واخد تسعة بطولات افريقية لغاية يعني بالزبط يعني القرن الماضي انتهى سنة الفين فالزمالك واخد تسعة بطولات افريقية والاهلي سبع بطولات. فالزمالك هو نادي القرن الافريقي. مش محتاجة كلام. هما بقى عاوزيني محاكم. عاوزيني زباطه طبخص. اللي طلع دور التمانية. اللي طلع الكلام ده كله مش هيخيل على جمهور النادي زمالك. نادي زمالك هو نادي القرن الافريقي في القرن الافريقية. اليفطة تشالت. اليفطة موجودة ده ما يفريش. انا كراجل يعني من جمهور نادي زمالك ما يتفريش معها. يفطة تتحطي تتشال. لان الموضوع ده في القلب وفي العقل فنادي الزمالك هو نادي القرن الافريقي. تعالى بقى ندخل على الموضوع القبل الاخير وندخل على ايناسيو. مين هو ايناسيو? ايناسيو ده يا سيدي هو مدرب برتغالي كان موجود في الزمالك. ورحل ايناسيو ده راح لما رحل درب اه نادي اسمه البرتغالي. طيب ايه بقى اللي حصل يا سيدي? اللي حصل اني ايناسيو لما جه اه مسك نادي الافش البرتغالي ايناسيو بعطوله كهربا. يعني كهربا لما اه كان عاوز كبري راح على نادي الافش. ونادي الافش البرتغالي ده مدربه كان ايناسيو. فانيسيو طلع مع مهيب عبدالهادي بيحكي. مهيب بيسأله وانا مستغرب ليه مهيب جاب الموضوع ده دلوقتي هدعبس لكم كده وهعرف لكم. ولكن ايناسيو فضح الاهلي وفضح كهربا وقال ان لما كنت موجود انا ما طلبتش كهربا. لقيت الادارة بتقول لي ده فيه لعيب جاي مؤقت لمهمة معينة. وشهر اتنين هيمشي تاني ومشي هيكون موجود اه معانا. فبيقول لك لقيت الموضوع مريب. الادارة عملت حاجة مريبة. ادارة مش محترفة. ادارة مش كويسة انها اه حد يستغل لها انها تكون كبري. ده الكلام ده المدرب بتاع الافش. ومهيب عبدالهادي جايبه بالفيديو. والفيديو موجودة عندكم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني يعني اعتقد ان اكيد كلكم شفتوه كان مبارع. فده يوريك قد ايه? ان النادي الاهلي وكهربا? خلاص هم هم متلبسين. والفيديو ده ازا مالك ممكن مش معرفش ينفع ولا لا ازا مالك يستغلوا في القضية. ازا مالك يبعتوا لي الفيفا المقطع مهم جدا يروح للفيفا اعتقد اه جلسات الاستماع خلصت. ولكن الفيفا او المحكمة الرياضية لما تلاقي فيديو زي ده اعتقد انه ممكن يغير مصاري القضية وممكن يعني يرجح كفة نادي الزمالك ويسرع بالحكم في القضية حتى لو لم يؤخز بالفيديو ده فاكيد المحكمة الرياضية حتى لو النادي الزمالك يستغل الموضوع ده وبعته للمحكمة الرياضية على سبيل ان انت يعني خد اسمع. يعني خد شوف مش لازم يتحط في في الاوراق وفي المستندات بتاعت جلسات الاستماع لان هي انتهت. ولكن يا عم القاضي خد اسمع. اسمع المكلسوم كده. عشان لما تيجي تحكم. فاعتقد ان الفيديو ده وانا اتوقع وهذه ليست معلومة ان المشتر مرتضى منصور مش هيسيبه واللي هيمسك الفيديو ده هيكون سند مهم ليه في القضية بتاعت كهرباء اللي كلنا كجمهير ندز مالك نتمنى اننا يعني يشف غللنا من كهرباء غير اللي حصل له دلوقتي. لأ لما يدفع تلاتة وتلاتين مليون جنيه ويغبط هو والاهلي ده يقول له ماليش دعوة. وده يقول له انت اللي هربتاني وانت انا حابب يتجود ان انا شوفهم وهم بيعملوا كده في بعض. فده كان بالنسبة لي انسيو. وفيديو العجيب اللي اتكلم فيه مع مهيبة عبدالهاتي. تعالوا بقى ندخل على اخر حاجة موجودة معانا النهاردة وهي. المستشار مرتضى منصور بيجهز زفة. زفة? اه. بيجهز زفة. اشرب بن شارقي المستشار مرتضى منصور بيعمل له زفة. وهيوديه للنادي الاهلي. ده كان الرد اللي رده المستشار مرتضى منصور لما سمع بمفوضات الاهلي مع اشرب بن شارقي المستشار مرتضى منصور رد رد قال لهم انا مستعد يعني اخده من ايده كده واوصله للنادي الاهلي. اه انا مبسوط وسعيد جدا. اولا اولا يعني. تعالوا نمسك موضوع اشرب بن شارقي كده واحدة واحدة. اولا محمود الخطيب والنادي الاهلي وادارة النادي الاهلي هي بتحب دايما تشتغل على وطر الجمهور. بتحب دايما هي عاوزة يعني ترادي جمهور الاهلي باي شكل وباي تمن وفي نفس الوقت هم بيحبوا حتة التحفيل. ان جمهور الاهلي يحفل على جمهور الزمالك فبص يا زمالكاوي احنا هناخد منك بن شارقي وبن قلبي وبن كليتي وبن مرارتي والكلام ده كله. اولا انا راجل زمالكاوي اكسم بالله العلي العظيم وهذا يمين امام يعني حضراتكم ما يفرقش معي اشرب بن شارقي بل اتمنى اشرب بن شارقي يروح الاهلي. ليه? هو اولا وطبعا تطلعوا وبيتكلمهم وهيب عبدالهادي وعاوز تعرف الحقيقة عكس كلام مهيب. هو ده الحقيقة. بيقول لك الاهلي وبيخلص مع اشرب بن شارقي وقعد مع امير توفيق. طب ما يقعد مع امير توفيق. طب ما ما يخلص. يدوله المليون وتمنمية الف دولار. انا موافق. هو لعلمك اشرب بن شارقي مش هيوقع للاهلي. والاهلي مش هيدفع الفلوس دي. لاشرب بن شارقي. احنا بس اللي كنا طيبين يا خيال. وكنا هنديله مليون وتمنمية الف دولار. انما الاهلي مش هيدفع الفلوس دي. لان اغلى لعب في تاريخ الاهلي كان علي معلول مليون وربعمائة الف دولار. طب انت لما تجيب لي اشرب بن شارقي. وتديو لي مليون وطمانمائة الف دولار. هل اللعيبة هتسيبك? علي معلول هيسكت? عمر السلية هيسكت? آآ محمد الشناوي هيسكت? درستاو ومحمد شريف وافشا واللعيبة الكبار وحسين الشحاد? والنجوم اللي في الاهلي دول كلهم? هيسكتوا? ولا هيعملوا ايه? لا طبعا. فقدت اللبس الاهلي هتبوز. فانا اتمنى اكسم بالله العظيم. انا باكسم بالله. يمين يا حسيبني عليه ربنا. اتمنى اشوف اشرب بن شارقي بتشيرت الاهلي. عشان هيبهدل لهم قط اللبس. وان النفس الامارة بالسوق. واحنا لعيبة. واحنا آآ بنغير من بعض وبنبص البعض. يشمعنا ده مش يشمعنا ده. زاد ان اشرب بن شارقي مستوى مزري. مزري مزري. ومش هيقدر انه يكون موجود في الاهلي. زاد ان برسي تاو ده موسيماني اللي جايبه. وموسيماني عاوز يزبط لقدارة الاهلي ان برسي تاو صفقة ناجحة. فهيشرك برسي تاو بشكل مستمر على حساب اشرب بن شارقي اللي مش هيقبل يعود احتياطي في الاهلي. فقصة كده اشرب بن شارقي مش يركب مع الاهلي. ولو راح الاهلي انا عاوز اقولك ان دي بداية انه ياري الاهلي. اكسملك بالله يا اخي يا زمال كاوي. انا بتمنى اشرب بن شارقي يروح الاهلي. والله بتمنى يا روح الاهلي عشان دي هتكون ان شاء الله القشة التي قسمت زهر البعير. طبعا قدت اللبسة هتبوز وهياخد فلوس كتيرة. ومستوى اصلا مزري وما بيدخلش منتخب المغرب. وحتى والله ما عنده عروض. اشرب بن شارقي ما عندهش عروض. احتراف. فهو اشرب بن شارقي برضو مصدوم يعني كان بيتنك على نادي الزمالك. وبيحسب بقى ان المشار الملطادة هيقول له لا خلاص يا حبيبي انا مقدرش على زعلك. انا هديك الاتنين مليون دولار انت. مشار الملطادة منصور سلمه هو. وابو جبل. وطريق حامد سلمهم للجمهور. مسيكهم كده وراح ايه? مسلمهم تسليم اهالي وجمهور نادي الزمالك. عمل انتفاضة تاريخية. هتكون درس وعبرة لاي لايب يتنطط على الزمالك او يتكبر على نادي الزمالك? او واعه تنسوا اصلكم ايه? اوواواوا انتو قد شجيين شكلكم عمل ازاي? اوواوا انتو قد مناظركم عاملة زاي نادي الزمالك اللي نضفكم ولمعكم مدخلكم المنتخب? وعرفكم يعني ايه نجومية? وعرفكم يعني ايه سهرة? ونادي الزمالك اللي لاقعدكم في فلل وراكبكم عربيات وبقى ليكم سعر وتمن وبيته تتكلمه وتتنططه. فقلة الاصل دي متوفرة للاسف في آآ شريحة كبيرة من لعيبة الجيل الحالي اللي هما الاسوأ في التاريخ اسوأ جيل على مستوى البطولات الافريقية هو الجيل ده بتاع البهوات اللي عندنا. فآآ ده كان بالنسبة لموضوع اشرب بن شرقي يتفاوض مع الاهلي هو اولا ما فيش الكلام ده والاهلي عديك بقى الخلاصة الاهلي بيدايق جمهور نادي الزمالي. هو مش مش هوقع مع اشرب بن شرقي. بس هو بيدايق جمهور نادي الزمالي. آآ عشان عشان الاهلوية يحفلوا. لا يا حبيبي ده انا اللي هحفل عليك. انا اللي هطلق اتحك كل ماتش لما اشرب بن شرقي هيقعد احتياطي ولا يبقى مش قادر يقف على ركبه. انا اللي هفرح. انا اللي هفرح. ويعو انا اللي هحفل عليكو يا ريت تاخدو. واتوطي تاخد آآ اشرب بن شرقي. آآ امير مرتضى منصور ده اخر حاجة هاختم بيها. ان شاء الله بيجهز ليحة قوية جدا جدا جدا. زائد. هيكون فيها صعوب وعقاب وانضباط. وبيجهزها بالاتفاق مع فريرة. زائد ان في العقود بتاعت اللعيبة. والكلام ده ان شاء الله بازن الله يعني حاجة ممتازة. لو تمت ان امير مرتضى منصور. والمستشار مرتضى منصور. هيحطه في العقود بتاعت اللعيبة. هيربطه الفلوس بالبطولات. انت مش جاي جامعية خيرية بتاعت الارامل والمطلقات. جاي تاخد فلوس وتمشي. لأ حضرتك انت جاي في نادي الزمالك. جاي تجيب بطولات لنادي الزمالك. وبناءن عليه هتاخد فلوس. طب ما جيبتش بطولات فما فيش فلوس. فده بالنسبة للعقود الجديدة وان شاء الله بازن الله بازن الله. آآ الموضوع ده هيفرق كتير قوي مع اللعيبة اللي هتيجي نادي الزمالك. محتاجين اللعيبة جعانة. محتاجين اللعيبة محتاجة شهرة ومحتاجة فلوس ومحتاجة نجومية. لعيبة شرقانة للبطولات. لعيبة شرقانة للنجومية. والجماهير. وان شاء الله بازن الله. نشوف الزمالك كده في اعلى آآ مكانة واعلى آآ مكان ان شاء الله بازن الله تعالى وصلنا للنهاية. وما تنساش لو لسه ما اشاركش في القناة تدعمنا بنشارك في القناة وتفعيل الجرس واللايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير بازن الله تعالى والسلام عليكم.